اشتركوا في القناة والحضائق الشرفات وحضائق النوافذ واخدنا حضائق الميدين وحضائق الاسطح وقلنا ان حضائق الاسطح دي بتكون مهمة جدا انها بتستخدم في نظافة الاسطح وانها بتكون قليلة التكاليف وممكن بتستخدم في حالة الاكتفاء الذاتي بعد كده اتكلمنا عن صيانة الحضائق وتكلمنا عن تشكيل الاوراق وتكلمنا عن تشكيل النبات كله وتكلمنا عن تشكيل السقان وبعد كده اخدنا انواع التقليم قلنا انواع التقليم منه تقليم بيكون سنوي وفيه تقليم بيكون تربية وفيه تقليم بيكون تجديد قلنا يعني ايه تقليم تربية لو انا عايزة شكل مميز او معين للشجرة وتقليم سنوي ان انا بعمل ازالة للافرع الجافة أو المصابة أو الميتة أو المريضة واخدنا تقليم التجديد لو أنا عندي شجرة مسنة ببتدي أن أقلم الأفرع وبعد كده ببتدي أن أسمدها بسماد الناتروجين وبعد كده برويها بحيث أن هي بتديني نموات جديدة وأخدنا بعد كده قلنا التربية بالطرق الهندسية واخدنا الطريقة الهرمية وقلنا الطريقة الهرمية أن أنا بسيب أو بترك السوق الأصلية بتنمو وبعد كده ببتدي أن أنا بقرط بعمل عملية قرط يعني قرط يعني قاطع للأفرع أو للقمة النامية بحيث أن هي بتديني أفرع جديدة وبعد كده ببتدي أن أنا أقلمها من أعلى إلى أسفل بحيث أن هي بتديني الشاكل الهرمي بعد كده عندي التربية الكأسية بالنسبة للتربية الكأسية أنا برضو بترك السوق الأصلية وبعد كده ببتدي أن أنا بعمل بتخرج نموات جديدة وبعد كده اللي هي البراعم الجانبية وبعد كده ببتدي بطريقة هندسية ببتدي أن أنا بقلمها من أسفل إلى أعلى بحيث أن هي بتاخد شاكل الكأس بعد كده الطريقة الأسطوانية أن أنا برضو بترك السوق الأصلية وبعد كده بعمل عملية قرط وبعد كده بتبتدي أن هي تديني أفرع جانبية وبعد كده ببتدي أن أنا بقلمها من أعلى إلى أسفل ونبتدي أن إحنا ناخد سؤال نتعرف على سؤال لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي كلفت بصيانة سياج في حديقة فماذا أنت فاعل من حيث القص والتجديد هنا أنا دلوقتي طبعا عارفة أن السياج ده بيكون عبارة عن سور نباتي أن هي بتكون عبارة عن أشجار أو بتكون عبارة عن شغيرات أو بتكون عبارة عن متسلقات أنا بقصها بشكل معين بحيث أن هي بتديني سور نباتي بتبقى شاكل السور هنا أول حاجة أنا عملية القص أن أنا في السنة الأولى من الزراعة أن أنا بقصها على ارتفاع 50 سنتي ببتدي في السنة الأولى لأن الأفرع في السنة الأولى بتكون غضة فببتدي ان انا قصها على ارتفاع 50 سنتي وبعد كده بتبتدي تنمو الافرع الجانبية وفي السنة التانية ان انا ببتدي ان انا قص الجوانب الى العرض المطلوب وان انا بقص القمة عند الارتفاع المحدد هنا طبعا بالنسبة للقص ان انا ممكن بيكون طول السنة معادة الشتاء لان في الشتاء بيكون النمو بطيء ويتم القص السياج المظهر ده بيكون بعد انتهاء موسم التزيير بعد كده عندي تجديد الاسياجة بالنسبة لتجديد الاسياجة لو انا جيت تبصيت في السياج بتاعي زي ما انا قلت السياج اللي هو عبارة عن صور نباتي ولقيت موجود فيه فراغات او موجود فيه تخشف في النباتات فانا بالتالي عايزة اعمله تجديد بحيث اللي ان انا عندي الاسياجة بتكون نباتات مستديمة الخضرة فانا مش عايزة فراغات تكون موجودة في الاسياجة فببتدي ان انا بعمل لها عملية قص جائر يعني ايه قص جائر ان انا بقصها 3 تربع الارتفاع بتاعها بقصها 3 تربع بس لازم يكون ارتفاعها او طولها من 20 الى 50 سنتي وبعد كده بعد ما ببتدي ان انا بعمل لها عملية تقليم جائر ببتدي ان انا اسمدها بالسماد العضوي بعد كده بجيب ان انا بعمل خندق جانب الاسياجة وعلى ارتفاع او على عمق 50 سنتي وابتدي ان انا احط السماد العضوي وبعد كده ببتدي ان انا اروي ده بالنسبة للاسياجة بيكون افضل معاد ان انا بجدب في الاسياجة بيكون افضل معاد عندي الربيع بعد كده هناخد بقى النهاردة الاحتياجات البيئية للنباتات المنزلية طبعا في ناس كتير بتكون عندها حب اقتناء النباتات وان هي تجيب النباتات بتخطها عندها في المنزل سواء في الغرفة او سواء في الحديقة منزلية او سواء في المدخل او سواء في حجرة المعيشة هنا هنتعرف عن الاحتياجات البيئية للنباتات المنزلية للنباتات اللي ينفع ان انا اخطها في البيت اول حاجة عندي الاحتياجات البيئية بتاعتها الضوء تاني حاجة درجة الحرارة تالت حاجة عندي الرطوبة رابع حاجة عندي التهوية بعد كده اول حاجة انا هاخد هتكلم عن الضوء بالنسبة لتأثير الضوء على نمو النباتات من حيث طبعا هنتكلم عن الضوء من حيث شدة الضوء ومن حيث طول الفترة الضوئية ومن حيث نوعية الضوء بعد كده عندي بالنسبة لشدة الاضاءة دي بتقاس بالشمع قدم مربع او الاكس دي بتقسم الى اضاءة لو انا قلت اضاءة خفيفة او اضاءة خيفتة دي بتكون من 25 الى 75 شمع قدم مربع بعد كده لو قلت اضاءة متوسطة دي بتكون من 75 الى 150 شمع قدم مربع لو انا قلت اضاءة شديدة دي بتكون من 150 الى 1000 شمع قدم مربع بعد كده هنيجي نتكلم عن ان انا بقسم النباتات حسب احتياجاتها الضوئية انا دلوقتي بالنسبة للضوء ان هو بيكون مهم للنبات بيكون مهم في عملية البناء الضوئي لان دي بتكون شدة الضوء بتكون في علاقة طردية بتكون بينها وبين طول النهار بالنسبة عندي لو زاد طول النهار لو زادت شدة الاضاءة او زاد طول النهار هتزيد عملية البناء الضوئي لو قلت هتقل عملية البناء الضوئي يبقى بيكون بينهم علاقة طردية دلوقتي هنتعرف عن النباتات اللي هي بتحتاج الى اضاءة خافتة بالنسبة للنباتات اللي بتحتاج الى اضاءة خافتة عندي اللي هي بتكون طبعا اقل من 100 شمع زي ما انا قلت ان هي بتكون من 75 شمع قدم مربع عندي امثلتها الاجلونيمة دراسينا بوتس ديفن باقية طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين ده ده نبات الاجلونيمة وده نبات البوتس وده نبات الديفن باقية النباتات دي بتكون نباتات ورقية انا بزرعها من اجل جمال اورقها بعد كده عندي في نباتات منزلية بتتحمل شدة الاضاءة عندي بتكون نباتات ورقية زي مثل الفجير اسبرغس دراسينا جلد النمر وفي نباتات بتكون نزل مظهرة مثل الانتوريام بيجونيا بنفسج طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين ده شكل البنفسج الازهار اهي بتكون لونها بنفسجية بعد كده ده بيكون الاسبرغس ده جلد النمر او صبار جلد النمر بعد كده ده بيكون عندي الفجير يبقى هنا نباتات تتحمل شدة الاضاءة بتكون نباتات بنقسمها الى نباتات ورقية والى نباتات مظهرة قلنا نباتات الورقية مثل الفجير الاسبرغس دراسينا جلد النمر بالنسبة للنباتات المظهرة انتوريام بيجونيا بنفسج بعد كده عندي في نباتات منزلية بتحتاج الى اضاءة عالية او بتحتاج الى اكثر من 500 شمعة قدم مربع دي بتشمل برضو نباتات زل ورقية ونباتات زل مظهرة نباتات زل ورقية مثل كاليفيا اجاف كوليس كروتون لو عندي نباتات زل مظهرة مثل الجارونيا عصفور الجنة الورد هنا بالنسبة اللي هو ده بيكون عصفور الجنة دي بتكون الجارونيا دي طبعا زي ما انا قلت دي بتكون نباتات زل مظهرة بعد كده عندي الكوليس وبعد كده عندي الكروتون زي ما حضراتكم كده شايفين شكل الأوراق بتاعته بتكون ملونة ودي أنا بزرعها لجمال أوراقها بعد كده طول الفترة الضوئية يبقى تكلمنا عن شدة الضوء بعد كده هنتكلم عن طول الفترة الضوئية بالنسبة لطول الفترة الضوئية إن أنا بعرض النباتات لشدة الإضاءة المناسبة دي بتكون من 8 إلى 12 ساعة دي بتكون كافية خلال اليوم بحيث إن هي بتديني تأثير مفيد للنبات تاب لو أنا استمرت في الإضاءة وخليت الإضاءة من 18 إلى 24 ساعة ده بيؤدي إلى حدوث نتائج عكسية لإن هي بتضعف نمو النباتات وبالتالي بتقلل من الجودة الجمالية يبقى حنقولها تاني لو جالي في الامتحان إيه هي ما المقصود بطول الفترة الضوئية يبقى طول الفترة الضوئية هو تعريض النباتات لشدة الإضاءة المناسبة والفترة الزمنية كافية قلنا الفترة الزمنية الكافية بتكون من 8 إلى 12 ساعة دي بتكون لها تأثير مفيد على النبات تاب لو زادت أو زودت الإضاءة من 18 إلى 24 ساعة دي بيكون لها تأثير عكسي على النبات إن هي بتضعف النبات وإن هي بتقلل من جودته الجمالية ده بالنسبة لطول الفترة الضوئية هنتعرض بعد كده عن نوعية الضوء بالنسبة عندي نوعية الضوء عندي بتنقسم لنوعين إضاءة طبيعية دي بتكون من ضوء الشمس دي بتتكون من موجات مختلفة الأطوال بيمتصها النبات من الزرقاء إلى الحمراء دي بتكون طبعا لازمة لعملية البناء الضوئي والنمو والتزهير يبقى بالنسبة عندي نوعية الإضاءة أو نوعية الضوء دي بتنقسم إلى نوعين من الإضاءة قلنا إضاءة طبيعية دي بتكون من ضوء الشمس دي بتتكون من موجات بتكون طبعا مختلفة الأطوال بيمتصها النبات من الأشعة الزرقاء إلى الأشعة الحمراء ودي بتكون مفيدة في عملية البناء الضوئي والنمو والتزهير بعد كده عندي إضاءة صناعية لإن أنا طبعا في بعض النباتات بتحتاج إلى إضاءة طويلة هنا بالنسبة إن أنا بقدر أعالجها عن طريق الإضاءة الصناعية إن أنا ببتدي إن أنا أركب لمبات هنا إن أنا بستخدم لمبات تانيون اللمبات دي بتكون متوسطة الإضاءة وإن هي بتكون أفضل الإضاءة الصناعية لإنها بتعطي ضوء أبيض ولا تصدر حرارة على أوراق النبات فبتؤدي إلى النمو وبتؤدي إلى زيادة التفريع يبقى حقول تاني إضاءة صناعية دي بتكون من لمبات النيون قلنا دي بتكون متوسطة الإضاءة وإن هي بتكون أفضل الإضاءة الصناعية لإن هي بتعطي ضوء أبيض ولا تصدر حرارة فعلشان كده مش هتأثر على النبات لكن هتأثر على النبات تأثير جيد إن هي بتؤدي إلى النمو وبتؤدي إلى التفريع طب بالنسبة لو أنا عندي مساحات كبيرة إن أنا بجيب لمبات السوديوم إن أنا بركبها في المساحات اللي هي بتكون واسعة وعلى ارتفاع عالي لأن هي بتكون عيوبها ارتفاع إن هي بتنتج حرارة عالية فبتؤدي إلى احتراق حواف الأوراق وبتؤدي بيكون اللون الحواف بيكون لونه بني وبيؤدي إلى تأخير التزهير من أعراض برضو نقص الإضاءة توقف التزهير والأزهار بتكون قليلة ولونها بيكون بهد يبقى هنا تكلمنا يبقى دلوقتي تكلمنا عن نوعية الضوء وتكلمنا عن الإضاءة الطبيعية اللي هي بتكون من ضوء الشمس لإن هي بتكون مفيدة في عملية البناء الضوئي إن النبات بيمتصل أشعة من الزرقاء إلى الحمراء وبيستخدمها في عملية البناء الضوئي تاني حاجة قلنا إضاءة صنوعية إن أنا بستخدم لمبات قلت لو أنا ممكن بستخدم لمبات من النيون دي بتكون الإضاءة بتاعتها متوسطة مميزتها إن الضوء بيكون أبيض ولا تصدر حرارة فلا تؤثر على ضرر النبات لكن بتؤثر عليه تأثير جيد إنه بتؤثر على زيادة النمو وزيادة التفرية بالنسبة في عندي حاجة تاني قلت لمبات السوديوم لو أنا عندي المساحات بتكون واسعة إن أنا بركبها على ارتفاع عالي بحيث لإن هي بتصدر حرارة فالحرارة دي بتعمل على احتراق حواف الأوراق وبيكون طبعا لونها بني وممكن هنا برضو بيكون التأثير بتاعها لو أنا قللت الإضاءة بيؤدي إلى بالنسبة للنباتات المزهرة بيؤدي إلى قلة عدد الأزهار وبيكون لون النبات باهد ده بالنسبة للضوء تاني حاجة حنتكلم عن درجة الحرارة بالنسبة عندي درجة الحرارة طبعا أي نبات بيحتاج إلى درجة حرارة كل نبات بيختلف في درجة الحرارة كل نبات بيكون لدرجة حرارة مناسبة أو درجة حرارة مصلة ده بيديني فيها أعلى معدل للنمو هنا في نباتات طبعا منزلية بتحتاج إلى درجة حرارة متوسطة بتكون من 20 إلى 30 درجة مئوي لاكتمال النمو الخضري لكن بتختلف النباتات في احتياجتها زي ما أنا قلت في درجة الحرارة طبعا في نباتات بتحتاج إلى درجة حرارة أعلى من 30 مثل الميرنتا ومثل الجنيورة عندي طبعا دي اللي هي بتكون فيها أوراق بنفسجية الجنيورة ودي بتكون عبارة اللي هي نبات الميرنتا يبقى هنا بالنسبة للنباتات النباتات المنزلية بتحتاج إلى درجة حرارة من 20 إلى 30 درجة مئوي بعد كده عندي طبعا في نباتات بتعيش في درجة حرارة منخفضة بتقدر إن هي تتحمل درجة الحرارة المنخفضة في نباتات بتتحمل درجة حرارة 15 درجة مئوي مثل الأنتوريام وأجلونيما وعندي في نباتات بتتحمل درجة الحرارة من 10 إلى 12 درجة مئوي عندي زي البيجونيا ومثل الكروتون والكوليس بعد كده في نباتات بتتحمل درجة حرارة 7 درجة مئوي مثل الجيرفيريا وهيدرا بعد كده عندي نباتات بتتحمل درجة حرارة 2 درجة مئوي مثل اسبسترا وهيدرا هلكاس بعد كده عندي طبعا بالنسبة لو حصل انخفاض في درجة الحرارة ده بيؤدي إلى تساقط الأوراق مما يؤدي إلى موت النبات بعد كده طبعا انا لو عندي في ارتفاع في درجة الحرارة وانخفاض في الرطوبة الجوية ده بيؤثر بالضرر على النبات طبعا لو حصل ارتفاع في درجة الحرارة مع انخفاض في الرطوبة النسبية كده النبات بيحصل له انه هو بيفقد كل المية الموجودة فيه وبالتالي انه هو بيحصل له زبول وممكن يؤدي إلى موت النبات بعد كده اننا لو عايزة اننا افادي النبات انه هو يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة اننا ممكن بحطه فوق صينية بتكون مبللة لزيادة الرطوبة فيه حصى مبلل لزيادة الرطوبة ده بالنسبة عندي درجة الحرارة يبقى ان فيه نباتات طبعا ان نباتات المنزلية بتحتاج إلى درجات حرارة من 20 إلى 30 درجة مئوي وان فيه نباتات بتحتاج تعيش في درجة حرارة منخفضة وان نباتات تتحمل درجة الحرارة ال 15 درجة مئوي مثل انتوريام واجلونيما وفيه نباتات بتتحمل درجة الحرارة من 10 إلى 12 مثل البيجونيا وكروتون والكوليس وفيه نباتات بتتحمل درجة الحرارة 7 درجة مئوي مثل جيرفيريا وهيدرا وفيه نباتات بتتحمل درجة الحرارة 2 درجة مئوي مثل اسبسترا وهيدرا هلكاس وبعد كده قلنا طبعا الانخفاض الشديد فيه درجة الحرارة ده بيؤدي الى تساقط النبات وبيؤدي الى موت النبات قلت علشان افادي او اتفادى من ارتفاع درجة الحرارة ان انا بجيب الاسيس ان انا بحطه فوق صينية بتكون فيها حصى بيكون مبلل لزيادة الرطوبة بالنسبة عندي زي ما حضراتكم كده شايفين ده نبات الاسبسترا وده النبات البيجونيا وده بيكون نبات الهيدرا بعد كده عندي تالت حاجة حنتكلم عنها الرطوبة يبقى انا تكلمت عن الضوء تكلمت عن درجة الحرارة تالت حاجة عندي الضوء اغلب النباتات الورقية بتحتاج الى رطوبة عالية دي بتكون من 80 الى 90% وان انا لازم اوفر الرطوبة بالمنزل طب انا بوفر الرطوبة بالمنزل ازاي ان انا بوفرها بعد الطرق ايه هي الطرق دي ان انا ممكن باملى وعاء كبير ان هو بيكون فيه بيتموس ده بيكون مبلل وان انا بضع القصص في الوعاء ده في الوعاء اللي هو موجود فيه البيتموس بس يفضل في حالة البيتموس ان انا كل 3 الى 4 شهور ان انا اعرضه للشمس بحيث ان هو يحصل له جفاف اللي منع نموه اي فطريات فيه يبقى قلت اول حاجة بالنسبة علشان اوفر رطوبة ان انا باملى وعاء كبير ان انا بضع فيه بيتموس بيكون مبلل وبعد كده ببتدي ان انا احط الاصاري بتاعتي بحيث ان انا ببتدي ان انا اوفر الرطوبة للنبات تاني حاجة عندي فيه فاصل الصيف ان انا باستخدم رشاش رزاز من الرشاش ببتدي ان انا ارش على الاوراق برش يوم بعد يوم بحيث ان هي تكون التربة مبللة وبحيث ان انا احافظ على رطوبة الجزور يبقى هنقول تاني الرطوبة ان النبات بيحتاج الى رطوبة من 80 الى 90% قلت انا بوفر الرطوبة ازاي في المنزل ان انا بجيب وعاء كبير وببتدي ان انا اضع فيه بيتموس بيكون مبلل لبييتموس اللي هي التربة الصناعية بتكون مبللة وابتدي ان انا احط الاصاري بحيث ان انا اوفر الرطوبة للقصص بعد كده قلت تاني حاجة ان انا ببتدي ان انا ارش رزاز بواسطة رشاش على النباتات بحيث ان انا اوفر الرطوبة وبحيث ان انا اوفر المية للجزور بالنسبة عندي بعد كده التهوية يبقى رابع حاجة عندي التهوية طبعا التهوية دي بتكون من العوامل الهمة للحفاظ على جمال وجه زبيت الالوان وشاكل الاوريق اول ما يراها في التهوية اول حاجة انا بعملها ان هي تكون درجة حرارة الهواء الداخل من النوافذ تكون معتدلة مع تجنب السقيع ودرجة الحرارة المرتفعة يبقى اول حاجة هنا انا بعملها ان انا بتجنب درجة تجنب السقيع وتجنب درجة الحرارة المرتفعة لكن بتكون التهوية بتكون درجة الحرارة معتدلة بعد كده لو في اي ابخرة او في ناتجة من المطبخ او الدفيات او ادخنة السجاير لابد ان انا اتخلص منها حتى لا تؤثر على النباتات بعد كده تالت حاجة يجب منع تراكم الاتربة على الاوراق يعني انا لو في اوراق ببتدي في اتربة ببتدي ان انا انظفها باستمرار لان لو وجود الاتربة بيؤدي الى غلق الصغور اللي هي بتكون موجودة سواء على السطح العلوي او السفلي للورقة وبالتالي ان هي حتى تقلل من العمليات الفيسيولوجية اللي هي بتكون زي التنفس او عملية البناء الضوئي وبالتالي لون الاوراق هيكون لونها باهد بعد كده انا ببتدي ان انا اعرض النباتات الى طيارات هوا لو انا عرضت النباتات الى طيارات هوا او عدم تعريض النباتات الى طيارات هوا ده بيؤدي الى اسفرار الاوراق وبيؤدي الى سقطها يبقى حنقول تاني التهوية قلنا من العوامل الهمة للحفاظ على جمال وجاذبية الوان وشكل الاوراق قلت اول حاجة ان تكون درجة الحرارة بتكون درجة حرارة الهواء الداخل من النوافذ تكون معتدلة وان انا بتجنب السقيع وبتجنب درجة الحرارة تاني حاجة قلت لو انا عندي فيه ادخنة بتكون ناتجة من المطابق او من الدفيات او من السجائر لابد ان انا بتخلص منها بعد كده تالت حاجة عندي ان انا بمنع تراكم اي اتربة على الاوراق لان لو فيه اتربة بتؤدي الى غلق الصغور ولو حصل غلق في الصغور ده بيؤدي الى وقف العمليات الفيسيولوجية يعني بيتوقف النبات عن عملية التنفس عن عملية البناء الضوئي فلابد ان انا بعمله عملية ازالة للاتربة بعد كده ان انا ما عرضش النبات الى طيارات هوا لان انا لو عرضتها الى طيارات هوا ان انا بخلي النبات كده او الاوراق يحصل لها اسفرار وبالتالي يؤدي الى تسقطها ده بالنسبة للتهوية بعد كده عندي العناية بالنباتات المنزلية هنا اول حاجة ان انا لازم اعتني بالنباتات طبعا انا ابتديت ان انا وفل للنباتات درجة الحرارة المناسبة اضوء المناسب لكل النبات وفرت التهوية بعد كده ببتدي ان انا بعتني بالنبات من حيث الراي ومن حيث التسميد وتلميع الاوراق اول حاجة هنتكلم عنها الراي طبعا الراي ده بيكون من العمليات الهمة ان انا بحافظ على حياة النبات ونموه طبعا لان النبات كائن حي فلازم ان انا اضيف له مية لان لو ما فيش مية طبعا النبات هيحصل له جثاف وبالتالي هيؤدي الى موت النبات طبعا انا بيختلف طبعا الراي ده بيكون على حسب نوع النبات لان كل نبات بيحتاج كمية مية معينة فيه نبات بيحتاج كمية مية كتير وفيه نبات بيحتاج كمية مية قليلة بالنسبة عندي اول حاجة النباتات العصارية لو انا عندي نباتات عصارية مثل انواع الصبرات ان انا ببتدي ان انا ارويها على فترات متبعدة وبكميات قليلة لان هي بتحتفظ بالمية وان هي بتكون برضو على الاوراق بتاعتها بتكون موجود طبقة شمعية فدي بتخلي النبات بيقدر ان هو يحتفظ بالمية الاطول فترة ممكنة بعد كده عندي طبعا النباتات المائية والنصف المائية من اسمها ان هي بتحتاج طبعا كمية مية كتير من النباتات العشبية بعد كده تالت حاجة عندي طبعا بالنسبة للنباتات ذات الجزور السطحية مثل الابصال دي بتحتاج الى راية على فترات متقربة بعد كده عندي تحتاج طبعا النباتات اللي هي بتكون سريعة النمو الى كمية مية بتكون اكثر من بطيئة النمو وطبعا النباتات المتسلقة بتحتاج كمية مية اكتر من النباتات الغير متسلقة هنا طبعا بالنسبة للراية في الشتاء ان انا ببتدي ان انا اروي في الشتاء كل عشرة الى 15 يوم لكن في الصيف من 2 الى 3 مرات في الاسبوع يبقى حنتكلم تاني عن الراي حنقول ان النباتات العصرية دي بتحتاج الى فترات راية بتكون متبعدة وبكميات بتكون قليلة طبعا النباتات المائية والنصف مائية ان هي بتحتاج الى كمية مية اكتر من النباتات العشبية طبعا النباتات اللي هي بتكون بذورها سطحية دي بتحتاج إلى كمية مية أكتر وبتكون على فترات متقربة بعد كده عندي طبعا النباتات اللي هي بتكون سريعة النمو دي بتحتاج إلى كمية مية أكتر من النباتات اللي هي بتكون بطيئة وطبعا النباتات المتسلقة بتحتاج برضو إلى كمية مية أكتر من النباتات الغير متسلقة وقلت هنا بالنسبة للري النباتات المنزلية اللي أنا برويها في المنزل لو أنا عندي في الشتاء إن أنا بروي كل 10 إلى 12 يوم بعد كده بالنسبة عندي في الصيف إن أنا بروي مرتين أو ثلاثة في الأسبوع ده بالنسبة للراي بعد كده عندي طبعا أنظمة الراي الذاتي هنتكلم عنها دلوقتي أهم ما يراعى عند راي النباتات المنزلية أو الداخلية بالنسبة عندي أول حاجة يجب عدم زيادة الراي في الشتاء يعني أنا لازم أخذ في الاحتياطات إن أنا مرويش في الشتاء ميا كتير لأن الميا كتير بتؤدي إلى تعفن الجزور وممكن بتؤدي إلى تساقط الأوراق بعد كده برضو إن أنا يجب عدم تعطيش النبات حتى لا يؤدي إلى ظهور رابقة بنية ولو أنا زودت الميا معنى كده حصل ارتفاع في الرطوبة فبيؤدي إلى ظهور التحالب على سطح التربة بعد كده طبعا أثناء الراي إن أنا لازم إن أنا بعمل عملية تهوية للتربة إن أنا بعمل عملية شقرفة قبل الراي بحيث إن هي بيؤدي إلى امتصاص التربة للميا بعد كده قلة الميا في الإصيص دي بتؤدي لو فيه ميا قليلة بتؤدي إلى خروج الجزور من صخب الصرف الموجودة في قاع الإصيص وبالتالي النباتة مش هيقدر إن هو ياخد الميا ومش هيقدر ياخد الغزاء الموجود في التربة لإن هو ابتدى إن هو يخرج من الفتحات اللي هي بتكون موجودة في الإصيص بعد كده إن أنا بحكم على حاجة النبات للراي أنا طبعا أنا مش عارفة إذا كان النبات محتاج لراي ولا مش محتاج لراي ببتدي إن أنا أغرس الإصبع يعني بشوف بالإصبع أو بشوف بوسطة قلم لو حدث التصاق لو فيه تربة ملتصقة يبقى معنى كده إن النبات ده مش محتاج لراي لو حصل عدم التصاق التربة بالقلم اللي أنا ابتديت إن أنا أغرسه يبقى معنى كده لو حصل عدم التصاق يبقى معنى كده إن التربة دي مش محتاجة لراي يبقى حنقول تاني أهم ما يراعى عند راي النباتات المنزلية والداخلية أول حاجة إن أنا عدم زيادة الراي في الشتاء حتى لا يؤدي إلى تعفن الجزور طبعا قلت عدم تعطيش النبات لإنه هو بيؤدي إلى زهور بقع بنية بعد كده طبعا زيادة الراي بيؤدي إلى وجود تحالب بتكون موجودة على السطح التربة بعد كده إن أنا ببتدي إن أنا بعمل عملية تهوية بالشقرفة إن أنا بعمل عملية شقرفة حتى يساعد إن تبتدي التربة إن هي تمتص المية وإن هي توصلها للجزور لو حصل قلة في المية بتبتدي الجزور إن هي تخرج من فتحة القسيس فبالتالي النبات مش هيقدر إن هو يحصل سواء على الإحتياجات المائية أو الإحتياجات الغذائية اللي هي بتكون موجودة في التربة بعد كده قلنا طبعا أنا علشان أحكم إذا كان النبات محتاج لراي ولا مش محتاج لراي إن أنا بجيب ألم وأبتدي إن أنا أغريسه في التربة لو التسقت التربة بالألم يبقى معنا كده إن النبات مش محتاج لراي لو حصل عدم التصاق يبقى معنا كده إن التربة أو النبات اللي أنا زرعيه محتاج لراي بعد كده هناخد كيفية راي النباتات ذاتيا أنا دلوقتي خرجة ممكن فيه ناس بتتعرض إن هي عندها نباتات وتبتدي إن هي ممكن بتخرج تقعد أسبوع أو بتقعد أسبوعين برة فطبعا بتكون مشكلة في مسألة راي النباتات لإن أنا زي ما أنا قلت لو النبات لو ما فيش مية ممكن يؤدي إلى جفاف وبالتالي يؤدي إلى موت النبات فبالتالي أنا بعمل إيه بنبتدي إن إحنا نوفر للنبات الرطوبة بنوفر الرطوبة إزاي إن أنا لو أنا عندي قصص صغيرة ببتدي إن أنا أجيب إناء بيكون مستطيل وبعد كده ببتدي إن أنا أمل الإناء لحد المنتصف وبعد كده ببتدي إن أنا بضع فيه القصص يبقى كده ابتديت إن أنا أوفر للقصص ابتديت إن أنا أوفر لها رطوبة بعد كده تبفي حالة القصص الكبيرة إن أنا بجيب قطعة قماش بتكون قطنية وإن أنا بضع جزء من التربة وفيه النصف الآخر ده بيخرج من فتحة القصيس بعد كده ببتدي تنتقل المياه من أسفل إلى أعلى عن طريق قطعة القماش إن أنا بكون مركبها في خزان فتنتقل عن طريق الخاصة الشعرية من أسفل إلى أعلى بتبتدي إن تنتقل المياه من الخزان من أسفل إلى أعلى وبالتالي أنا قدرت إن أنا أوفر مياه للنبات بعد كده في حاجة اسمها أحواط ذاتية الراي دي بتكون موجودة في الأسواق دي بتكون من المستويين فيه مستوى بيكون علوي ده بيكون لحد التلت وفيه مستوى بيكون سفلي وفيه أمبوبة بتكون موجودة في المنتصف بتكون موجودة بشكل أفقي دي طبعاً بيكون فيها سقوب دي بتعمل على صعود المياه من أسفل إلى أعلى وبالتالي أنا ابتديت إن أنا أروي النباتات يبقى حقول تاني إزاي أنا بروي النباتات إن أنا بجيب إصيس لو أنا عندي قصص صغيرة ببتدي إن أنا بجيب خود بيكون مستطيل وأبتدي إن أنا أضع في المياه لحد المنتصف وبعد كده ببتدي إن أنا أضع القصص تعتي بعد كده لو أنا بالنسبة عندي لو أنا عندي قصص كبيرة ببتدي إن أنا أجيب قطعة أماش وأضع قطعة الأماش في التربة وأبتدي إن أنا أخرجها من فتحة الصرف وبتكون موصلة بخزان وتبتدي إن هي تنتقل من أسفل إلى أعلى وبالتالي تبتدي إن هي تروي النباتات اللي هي بتكون موجودة بعد كده قلت طبعاً في أحواض بتكون زيتية الراي دي بتكون موجودة في الأسواق ممكن بنشتريها إن هي بتكون من مستويين مستوى علوي إن أنا ببتدي إن أنا أحط القصص بتاعتي وفي مستوى بيكون صفلي وفي في المنتصف بتكون أمبوبة طويلة دي بتكون بتوضع بشكل أفقي وبتكون موجود فيها فتحات بحيث إن هي تبتدي إن هي توصل المية من السطح السفلي إلى السطح العلوي اللي هو موجود في القصص بعد كده طبعاً في نباتات بتتحمل إن أنا ممكن بسيبها لمدة 20 يوم يعني أنا دلوقتي لو أنا مسافرة وعايزة أسيب النباتات فترة طويلة لمدة 20 يوم عندي فيه أنواع بتتحمل إن أنا أسيبها 20 يوم الأنواع دي مثل الدراسينة اليوكا أجلونيما البوتس بوتس أستيكولايسة هانج طبعاً نخيل الزينة دي بالنسبة للحاجات اللي أنا ينفع إن أنا أسيبها مدة طويلة يبقى تكلمنا دلوقتي عن كيفية إزاي أنا بروي النباتات الداخلية في حالة غلق المكان لفترات طويلة بعد كده هنتكلم عن أنا طبعاً قلت رعاية النباتات تكلمت أول حاجة عن الراي بعد كده تاني حاجة هنتكلم عن التسميد بالنسبة هنا عندي التسميد طبعاً ده بيكون مهم للنباتات إن هو بيكون بيوفر العناصر الغذائية للنبات بعد كده بالنسبة طبعاً عندي العناصر المهمة للنبات النيتروجين الفوسفور البوتاسيوم ده أنا مثلاً أنا بحط النبات بنسبة بحطه للنبات بنسبة 2 إلى 1 إلى 1 أو بنسبة 3 إلى 1 إلى 1 طب دلوقتي أنا بضيف السماد إزاي؟ إن أنا بجيب معلقة وبعد كده ببتدي إن أنا بدوبها في كوب من المية وأبتدي إن أنا بضيفه للتربة بس قبل إضافة السماد لازم إن أنا أروي النبات حتى لا تتلف الجزور أو يحصل تعفن للجزور يبقى هنا بالنسبة عندي الأسمدة يبقى إن أنا بسمد النباتات كل 3 شهور بسمدها نيتروجين فوسفور بوتاسيوم قلت دي بتكون بنسبة من 2 إلى 1 إلى 1 أو من 3 إلى 1 إلى 1 إن أنا بجيب معلقة من السماد وأبتدي إن أنا أدوبه في المية بس قبل ما أضيفه للنبات أبتدي إن أنا أروي أبديها وبعد كده أبتدي إن أنا أضيف السماد للنبات قلت حتى لا تتعفن الجزور أو يحصل طلب للجزور تب بالنسبة في عندي بتكون أسمدة جافة الأسمدة الجافة دي أنا ببتدي إن أنا أضيفها الأول وبعد كده بعمل عملية راي يبقى لنا دوبتها في المية دي أنا بروي الأول وبعد كده بضيف السماد لكن هنا أنا بروي وبعد كده بضيف السماد وبعد كده بروي بعد كده عندي النباتات الورقية طبعا في نباتات ورقية أنا شفتوها دلوقتي من شوية دي النباتات اللي أنا بزرعها أو بجيبها لجمال أوراقها أنا المهمة عندي الأوراق إن أنا بستخدم نسبة عالية من السماد الأزوتي لإن ده بيديني لإن السماد الأزوتي بيبتدي إنه هو يديني نمو خضري بيكون كسيف أو بيكون غزير أو على سرعة النمو الخضري بعد كده عندي النباتات المزهرة دي بالنسبة للتسميد إنه هو ده بيتطلب بنسبة عالية من الفوسفور يبقى إنه لو جلنا في الامتحان الأسميدة الورقية تتطلب نسبة عالية من النقاط يبقى تتطلب نسبة عالية من السماد الأزوتي تب النسبة عندي النباتات المزهرة تتطلب نسبة عالية من النقاط يبقى تتطلب نسبة عالية من الفوسفور بعد كده عندي النباتات اللي هي بتكون ملونة طبعا شفنا الكوليس شفنا الكروتون دي بتكون الأوراق ملونة فبيحتاج إلى عنصر الحديد ده بيساعد على تركيز ووضوح اللون بعد كده عندي إن أنا ببتدي إن أنا أضيف الأسمدة خلال موسم النمو وبعد كده طبعا خلال موسم النمو النبات بيكون في حالة نشاط ببتدي إن أنا أضيف السماد بمجرد إن النبات يكون في حالة سكون ببتدي إن أنا أقل التسميد بعد كده طبعا إن أنا بيفضل لما يجي أسمد إن أنا بسمد أكتر من نوع من الأسمدة إن أنا بسمدهم بالتبادل ببتدي ان انا اضيفهم بالتبادل بعد كده طبعا السمات الزائد ان هو ممكن يؤدي الى حرق الجزور طب لو حصل ان انا ضيفت سمات كتير ببتدي ان انا بعمل الراي ان انا بعالجه عن طريق الراي ان انا ببتدي ان انا اضيف ميا بعد كده طبعا لا تسمد النباتات قبل 3 شهور على غرسه يعني انا دلوقتي ابتديت ان انا اغرس النبات او ازرع النبات ابتدي ان انا اسيبه بعد كده بعد 3 شهور ابتدي ان انا اسمده بحيث ان هو يبتدي ان هو يتكيف مع البيئة المخيطة وبعد كده برويه وبعد كده بسمده يبقى بالنسبة عندي النباتات اللي هي بتكون ذات الاوراق الملونة قلت ان هي بتحتاج الى عنصر يبقى الى عنصر الحديد قلت ليه عنصر الحديد للمساعدة على التركيز ووضوح اللون طبعا الاسمده انا قلت تضاف خلال يبقى خلال موسم النمو وبنقللها اثناء فترة السكون طبعا انا لما اجي اضع السماد بضع السماد باستخدم اكتر من نوع ان انا بضع السماد بالتبادل مع نوع اخر بعد كده طبعا قلت التسميد الزائد لو حصل ان انا ضفت سماد زائد ده بيؤدي الى حرق الجزور وبالتالي لما انا اجي انا عايزة اعالج الحرق ده ان انا ببتدي ان انا اضيف الري طبعا قلت ان انا ما سمتش قبل طبعا لو انا جبت النباتات يبقى لا تسمد النباتات قبل مرور ثلاث شهور على غرسه قلت حتى يتكيف مع البيئة المحيطة وبعد كده ببتدي ان انا ارويه وبعد كده ببتدي ان انا اسمد النباتات بعد كده عندي تالت حاجة يبقى انا قلت اول حاجة في رعاية النباتات المنزلية تكلمت عن الري تكلمت عن التسميد بعد كده عندي تلميع الاوراق يعني ايه تلميع الاوراق لو انا عندي نباتات موجودة عندي ببتدي ان انا بعمل لها عملية تلميع للاوراق بحيث ان انا بعمل عملية ازالة للاتربة والغبار اللي بيكون موجودة على الاوراق لان طبعا ده بيشوه المنظر الاخضر الجميل للنباتات وزي ما انا قلت من شوية ان هو بيؤدي الى انسداد الصغور وبالتالي النبات مش هيقدر ان هو يقوم بالعمليات الفيسيولوجية او العمليات الحيوية من تنفس ومن عملية البناء الضوئي فبيؤدي الى قلة العمليات الحيوية طب انا دلوقتي بعمل عملية تلميع النباتات ازاي ان انا بمسح الاتربة اللي هي بتكون موجودة بقطعة من الاسفنج لو انا عندي اسفنج ببتدي ان انا امسح الاوراق او ان انا بلمع بقطعة من القطن دي بتكون فيها زيت الفوليك او بيكون فيها زيت الزتون بس طبعا بتكون بكمية بسيطة جدا وبعد كده ببتدي ان انا انظف بيها الاتربة اللي هي بتكون موجودة ولو موجودة فيهم بيض الحشرات لو موجودة ان انا بستخدم قطنة بتكون مبللة بماء دافع طبعا خاصة ان البيض الحشرات بيكون موجودة على السطح السفلي ببتدي ان انا اشيل بيض الحشرات بواسطة طاقطنة بتكون مبللة بالماء دي طبعا انا بعملها بتكون كل اسبوع حتى لا تصد المسام يبقى هنا تلميع الاوراق يبقى قلت ان انا بعمل ازالة للاتربة والغبار اللي بتشوى المنظر الاخضر الجميل للنباتات قلت انا بشيلها ازاي بتكون عبارة عن قطعة من الاسفن او بتكون عبارة عن قطعة من القماش بتكون مبللة بالزيوت سواء زيت الفلك او زيت الزتون طبعا قلت بتكون كمية قليلة بحيث ان انا ببتدي ان انا بعمل تلميع للأوراق على السطح العلوي وعلى السطح السفلي لان انا لو موجود اتربة هتقلل من العمليات الحيوية وبالتالي هتقلل من كفاءة عملية التنفس وعملية البناء الضوئي لو انا عندي في بيض حشرات بيكون موجود على سواء السطح السفلي للنبات ببتدي ان انا اشيله بقطعة مبللة بالمية بحيث ان انا بقطعة مبللة بالمية حتى لا تسد المسام طبعا هناخد امثلة لبعض النباتات الورقية هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقة القادمة امثلة لبعض النباتات الورقية وامثلة لبعض النباتات المزهرة طبعا تكلمنا النهاردة قلنا خدمة ورعاية النباتات المنزلية تكلمنا عن الاحتياجات البيئية وطبعا تكلمت عن الضوء وقلتو الضوء بيكون مهم جدا للنبات في عملية البناء الضوئي او عملية التمثيل الضوئي قلتو كلما زادة الضوء كلما زادت عملية البناء الضوئي واتكلمنا عن النباتات اللي ينفع اننا بتحتاج الى ضوء خافت او الى ضوء عادي بعد كده ابتديت ان انا اتكلم عن درجة الحرارة واتكلمت عن الرطوبة واننا لازم اوفر للنباتات من 80 الى 90% من الرطوبة وقلت اننا بوفر الرطوبة للنبات ازاي بعد كده اتكلمت عن التهوية وبعد كده اتكلمت عن خدمة ورعاية النباتات المنزلية اننا لازم اعمل عملية الرأي واننا لازم اننا اسمد النباتات وتكلمنا برضو عن تلميع الاوراق طبعا قلنا الرأي ده بيكون مهم للنبات لان لو ما فيش رأي ده بيؤدي الى جفاف النبات وبالتالي بيؤدي الى موت النبات طبعا بالنسبة للرأي طبعا النباتات العصرية قلنا ان هي بتحتاج الى كمية مية بتكون اقل من النباتات قلنا لان هي بتكون موجود لان هي الاوراق بتكون عصرية بتقدر ان هي تحتفظ بالمية وبتكون موجود عليها الطبقة الشمعية برضو ان هي بتقدر تحتفظ بالمية لفترة طويلة وتكلمنا قلنا بعد كده تلميع الاوراق وبكده تكون انتهت حلقتنا وتمنى لكم النجاح والتوفيق والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة